يا كابتان هي سمستمرين مع حضرتك طبعا معنا واحدة من النجوم يعني الفريق والكابتان وطبعا كابتان نهلة سامح كابتان نهلة طبعا في البداية براحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايزة بريت لك realistically di hit طبعا على مباراتكم النهاردة مع نادي الزامالك تقولي ايه الجمهوري الندي الأهلي بعد فوز النهاردة ورأك ايه في المباراة طبعا ورأك في أداء لعبات النادي الأهلي طبعا الحمد لله على المكسب هو طبعا المكسب دائما مباطل الأهلي والزمالك بيكون فيها شد أعصاب شوية يمكن كان بين في الملعب بس الحمد لله قدرنا أن احنا نطلع بالنتيجة اللي احنا عايزينها وقدرنا الحمد لله أن احنا نخلص الدودة متصدرين وإن شاء الله يعني بنوعد إن شاء الله أن كمان الأداء هيتحصن الفطر الجاية أكتر إن شاء الله طبعا كابتنها زي ما حقاك قلتي أن مباراة النهاردة صباح عشان طبعا تعتبر مباراة داربي ما بين الأهلي والزمالك الخبرات طبعا بتختلف في الملعب وجودك طبعا وجود كابتن آية وبقية اللعبة يمكن ده يعني سبب من أسباب الفوز النهاردة الخبرات في الملعب طبعا غير طبعا يعني الاكتهاد في التمرين وكل ده بس طبعا خبرات مهمة جدا كابتن نهاردة أكيد طبعا ده يمكن بفقن عن فرق كتير يعني فرق الدوي كمان بالذات يعني بعيدا عن الزمالك فيه فرق كتير جدا فيها لعيبة كويسين ولكن لسه عندهم اللي تخربة شوية فيمكن ده نفضلنا عن فرق كتير جدا في الدوي ويمكن ده كمان بقى بان النهاردة بالذات في الجيم الوابع أن احنا قدرنا نرجع وإحنا خصانين ونخلص المطش لمصلحتنا وما تشدناش مع المطش لما راح وجه ما تشدناش قدرنا الحمد لله نحافظ على أداءنا وعلى أن احنا نبقى هادين شوية في الملعب فالحاجات دي طبعا بتفرق يعني وإن شاء الله اللي جاي أحسن إن شاء الله إن شاء الله طبعا كابت النهلة يعني ما شاء الله تاريخ عارفين دور حضرتك طبعا مهم جدا في الفريق بره بقى الملعب يعني دورك بقى طبعا مع الفريق بتتكلمين معهم تقولهم إيه دايما وبالأخص في المبارات المهمة لزي دي يمكن كمان دلوقتي بما إن السيزون صعب فأنا يعني أنا شايف الفرقة وأنا بشكرهم برضو يعني من خلالكم أنا بشكر الفرقة على روحها اللي كان موجود النهاردة في المطش الفرقة كلها فوقفة فعلا ما حدش فرق معه مين اللي جوا ومين اللي بره بالعكس الفرقة كلها بتشجع اللي جوا وعايزين نكسب والفرقة أول حتى لما بيطلب طيب أول حتى بيلاقي اللي بره بيجوا على اللعبة اللي جوا فيعني إن شاء الله بالروح دي هي المكسب يعني بيجي بالروح دي دايما مش بيكون لعبة بس لأ بيكون واحد فريق واحد العمل الجماعي بتاعنا فأنا حتى بشكر الفرقة على النهاردة يعني الكلام ده كان واضح جدا عن أري مطش تاني كابت النهارة طبعا شايف حضرتك إزاي المنافسة الموسم دايما كي طبعا فيه أكتر من فرقة أهلي زمالك سبورتنج ودي دي جلا السيد يعني العديد من الفرقة الكل يعني الأداء بقى متقارب شوية فشايف المنافسة طبعا إزاي الموسم ده والأخص إن هي بقت المنافسة أقوى شوية من الموسم اللي فات طبعا منافسة قوية وفرقة كتير جدا معها محترفات عليين يعني محترفات حتى شفناهم حتى محترفات نادي سبورتنج لعيبة لعيبة عالية جدا والزمالك معها محترفة فالبطولة يعني السنة دي طبعا أصاب من كل مرة بقى فيها يعني لعبة كتير بس إن شاء الله يعني أحنا إن شاء الله قدها إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن نهلة طبعا استعدادتكم الفترة القادمة زي من قلت يعني الكابتن آيا مشوار طويل عند كل عديد من البطولات إن شاء الله تستعد لها إزاي وطبعا كلمة الجمهورين نديلها طبعا إحنا خلاص إنه هذا انتهى بالنسبة لنا إحنا إن شاء الله لسه بنبص على البطولة المنشاط دي بالنسبة لنا يعني يعني من الآخر طبعا إحنا طبعا عشان نساعد جمهورين أهلي وإحنا نفضل مكملين ودفع لنا معنوي لكن طبعا إحنا لسه هدفنا أعلى من كده إن شاء الله البطولة وإن شاء الله الفترة الجاية يعني بنوعد الجمهور إن إحنا أداءنا إن شاء الله هيكون أعلى من كده بكتير ويخلوهم دايما معنا وبنباكلهم عن نهات الفوز ده ليهم وعيزونهم دايما في ظهرنا إن شاء الله إن شاء الله طبعا دايما جمهور نادي الأهلي وفي ظهركم يا كابتن نهلة واسقين فيكم إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله يعني تحصلوا على جميع البطولات وتفرحوا جميع جميعين نادي الأهلي بشكرك جدا وبتوفيق ومبروك تاني النهار دا الله يباك فيك شكرا طبعا يمكن يا كابتن هيسم زي ما حلقك شايف كان معنا لقاء مع اثنين يعني من كبار ومن النجوم الفريق طبعا كابتن نهلة سامح وكابتن آية الشامي أكيد أنا معك يا كابتن هيسم لو في أي سؤال والآن نعود مرة أخرى للستوديو تكلمة لك طبعا تفضل